السلام عليكم و مرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات رمضان الوصفة اليوم هي شربة السمك اولاسوب دو بواسان اللي اجاوني عليها طلبات بزاف بزاف لانستغرام و تقولوا لنا بغيناك تشاركي معنا الوصفة ديالك ديال شربة السمك و بلا ما نشكر هاليكم البنات راها كتجير غزالة بحال ديالي ريستوران ستبعوا هذه الوصفة بطريقة ديالي و ما غاديش تندمو عليها و قبل ما غادي ندوز الوصفة بغي نوجه واحد تحية كبيرة الوحة البنوتة اسمتها مروة ديما كتقول لي و جهلية تحية وكنسة تحية كبيرة المروة و بوسة كبيرة المروة و هذا بغادي ندوز المقادر اذا بالنسبة للوصفة ديال شربة السمك اولاسوب دو بواسان كيف ما كتشوفو كنحتاجوا فيها تقريبا 300 جرام ديال القشور ديال القمرون كيف ما كتشوفو هنا عندي واحد الحوتة بيضة انا كان اكد عليكم البنات بان الحوت اللي كانت استعملوه في السوب دو بواسان هو الحوت الأبيض عندكم تستعملوا الحوت الأزرق كي يجيب لكم حالتها و كيكون فيها هاداك المادة ديال السردين و ديال المرورية اما بالنسبة للحوت البيض احترررس إلا ما عفتوش تغسلوه ممكن قاعد تستغنو عليه و تحييدوه لانا حتا هو كتكون في واحد البلاسة فيها واحد المادة كحلى تتجيب لكم و من طبيعة الحال كانت حييدوه للمسارن لماذا كانت ابنت مساكن ليس بتاديئات يسمعوا باقيات الحوت و يخلطوا كل شيء و يديروا اي نوع الحوت و في الأخر مساكن لا تصدق معهم السوب و يضع لهم الحوت ديالهم لماذا انا اكد على هذه المسألة هذه كان يحتاج كذلك جوج معلق كبار معجون الماطيشة او تمات كونسنترين ثلاثة تمات المعوسين ثلاثة الورقة سيدنا موسا كان يحتاج عرش ازيرطري و لا يمكنكم استعماله معلقة مليابس كان يحتاج واحد البورو او واحد البصلة مقطعين عرش الكرافز جوج خيزيات مقطعين دوائر واحد الضماء الزعفران الحر و شوية من الزعفران الحر الحقيقي معلقة كبيرة الزعتر واحد الضامة ديال الحوت هذي اختيارية و في الأخير كان يحتاجه جوجوج معلقة كبار ديال السوجة بالنسبة لطريقة فكن ناخد واحد طنجرة تقريبا واحد ربعات المعلقة ديال الزيت البلدية و نبدو نضيفه في المكونات و كيف ملعا داخل طحلية شي حاجة و سطنجرة ما فيها باز المهم هذي المكونات كلهم نخلطوهم مع بعضيتهم و هذي غير في مرحلة أولية لأنها دلسوب فيها جوجة المراحل المرحلة الأولى كان شحروا هذي المكونات كاملة اللي شفتوا معايا مع هذي القشورة الكروفيت و هذي البقية الحوت كان شحروا و كان أكد خصويته شحر حتى يتحمر يعني إباليكم خيزو تبدليه لون و هذيك البصلة أو البورو تبدليهم اللون من بعد عاد كان ضيفوا تقريبا و كيف ملاح تورها مادرش الملحة و مادرش البزار خاصة تخليوا محتل الأخيرة لكم عارفين هذيك الضامة تكون ملحة يعني من أحسلت المرحلة الأخيرة عاد نزيدوا الملحة و البزار سوفي كنغطيع لها و كنخلي لها سوب ديالي كنطيب واحد المدهة لخمسة و تلاتين دقيقة من بعد ما دست خمسة و تلاتين دقيقة كنطحنها و كنطحنها 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 بلا جيغاف و لكن لا كانت متوفرة لكم ممكن تدروها في الطحانة العادية لا تخافوش البنات و خيبة لكم غريب أن نطحنوها ذاك الشوك ذاك الحوت و ذاك الكروفت ما يخلعكمش لأنه من بعد سنصفوها و كيف ما قلت لكم كناخد واحد شنوة و كناخد واحد صفاية والتي لا تتوفرش عنده ممكن يدير غرباء لأنه خاص ناخده غير الماء نحاول اننا نصفوها و تكون مزيانة باش ما يهبطوش لنا هادوك الطريفات لا ديال الكروفت ولا ديال الحوت يعني كنصفو و كناخده غير و غير ذاك المال منسم بذاك الكروفت و بذاك الأعشاب منسمة من بعد ما صفوتي كنحصل على هاد الماء كيف ما كتشوفو و رمزال شي شوية جاري و لكن ما شي هاد هي لاصوب ديالنا دابا ان شاء الله عاد غادي اندوزو للمرحلة التانية من اللاصوب و كيف ما كتشوفو في هذه المرحلة هادي عندي ثلاثة الأنواع ديال الحوت بالنسبة للكيميا كل واحد يجيبو كل واحد اشنو عنده بالنسبة لي انا في هذا السوب استعمل ميتين جرام من القلمار او سيبيا او اللي متوفر عندكم ميتين جرام ديال الكروفت نغمال مخصو يكون خضر ولكن انا ملقيتوش ذاك شريتو طيب و عندي كدلك ميتين جرام من الحوت البيض و ماشي الزرق هنا عندي اربعات المعالق كبار ديال دقيق باش ندوروا لسوب ديالتنا و من طبيعة الحال غادي نحتاج البزار و الملحة اللي قتلكم غادي نستعمله احتى الاخير و شوية ديال الزعفراء الحور الزعفراء الحور كي يجي خطير البنات في شربة ديال السمك و في الاخير عندي تقريبا واحد كاس ونص ديال العنبة ديال الماء بارد نشاء الله هذا سوف ندوروا لطريقة نأخذ هذا الماء نضعه فيه هذا الزعفراء الحور و نجعله واحد المدة حتى يتغير لونه نأخذ واحد لابل كبير نقوم بها دقيق و من بعد نضيفه له هذا الماء الذي خلطنا مع الزعفراء الحور و نخلطه مزيان حتى يتجنس هذا الخليط مزيان بحال الدقيق اللي سنجعله في الحرية المغربية نجعله بشكل جيد و لا يجعله بشكل جيد و لا يجعله بشكل جيد من بعد نضيفه سوف ديالتنا و درناها في هذه تنجرة و نضيفه عليها الدقيق والماء و الزعفراء مع التحريك بشكل جيد الى في حالة ما درت لكم هذه الكورات ممكن تأخذوا الطحنة و تعودوا الطحنة بشكل جيد بشكل جيد لان هذه الكورات لا يجعلها حمص لا يجعلها سوف نستمر في تحريك تقريبا 10 دقيق من بعد 10 دقيق نضيف الحوت لماذا لا يجعل الحوت من الأول لانه سوف نضيفه الطياب و سوف يأتينا مع الجنف و في الاخير اضفت هذا القمرون لانه كيف يجعله طيب لا يجعله الطياب و يقصح لنا و من طبيعة الحال و يزيد و في الانه ان نضيفه لانه كيف يجعله كيف يجعله ضمن الحوت و الزفران و في الآخر نضيف أكثر و يجعله يجعله كثيرا و يمكن أن يضيفه تبسكو لا أخير لانه يجعله المضاق يجب أن يكون المضاق قليلاً مجهد وفي الأخير لا يجب أن تضوق الحوت يجب أن تضوق هذه الحرورية والمضاق الفلفلة الأسوب لبناتها هي وجدات وكيف لا تلاحظوا لا يجب أن تكون القوام بحل حريرة مغربية وتأتي عاقدة بثاف وإنما تكون غير بحل هكذا كيف لا أريكم ما جريه ما خاطره وصدقون يا لبنات تأتي غزالة هذا الأسوب وهذا سنشرح لكم طريقة الزين أو التقديم الأسوب أول شيء سنشرح لها لبنات هي فين سنقدموا هذا الأسوب نصيحة لبنات نهار تديروا الأسوب ويكونوا جاي عندكم الضيف لا تديروا هش في الزليف وإنما قدموها في أصياد أصياد كرز وهكذا يبال لهم بأنها رماشي وإنما رأى فيها الحوت أما بالنسبة للزين فاليومه أنا يرشقت لي نزينها بهذا الخبز التي قطعته على شكل مستطيل ونضعه في المقلاء في شوية الزيت حتى يتحمر ليه مزيان ويقصح ليه ومن بعد ما يوجد لي الخبز كان وضعه بحلاكة في الجنب ومن بعد كلمده كان زوقه بأي حاجة عندي أنا زوقته بالورقة الكرافز وشوية الأزير وشوية الورد وشوية البد المهم لكم بالاختيار في طريقة الزين كل واحد يزوق وكل واحد يتوفر في الدار المهم أن العين تأكل قبل الكرش و هكذا ننصر النهاية الوصفة اليوم التي أتمنى أنها تكون راقتكم و أتمنى أنكم تجربوها و تردو على الخبار كما العادة في الانستغرام و أتمنى أنكم شكرا على المتابعة و إن شاء الله سنطلقوا فيديو جديدة و وصفة جديدة إلى اللقاء و أحمق عليكم موسيقى موسيقى موسيقى